ازيكو حبيبة عاملين ايه ونهارضم كاملين مع بعض احداث مسلسل نعمل افوكاتو احداث الحلقة 15 ومن الواضح ان الحلقات لسه ما خلصتش وممكن تكون ال 16 هي الاخيرة بتبدأ الحلقة بصارة لما بتقول لصلاح ان هي عايزة فلوسها ساعتها قال لها ان الفلوس مش في البنك قالت ما انا عارفة ان هي مش في البنك انا دلوقتي عايزة فلوسي وعارفة انك بتجذب قال لها انت عايزة ايه بالزبط قالت لها عايزة اتطلق وعايزة ااخد فلوسي منك يا سين الالفي قالت لبص يا سين الالفي فعلا يعني مش موكل عندي خالد لكن انا رحت له عشان خاطر يتوسط لك في موضوع فلوسك وكمان كان من صاحب واحدة صاحبتي روح وطلعها وورها الفلوس وقال لها اهي الفلوس اهي عايزة تطلق برضو كانت مكسوفة ومحرجة جدا منا ومامتها كانوا قاعدين بيمان وملوخية وراحت نعمة اول ما شافتها منا كانت مكسوفة منها قالت لها انا سمحتك خلاص على فكرة ودخلت عشان تتكلم مع ستة مكدة اللي هبت فيها وقالت لها انا مش بحبك انت بش مريحة بالنسبة لي انت عملت ايه في ابني ابني دايك في حاجة قتلتيه وقاي عشان تنتقل من امه واخته هرام عليكي قوليلي انا بقيت اخاف مش عارف ايه بالضبط اللي بيتضبر قالت لها ستة مكدة لا طبعا ازاي تقول علي حاجة زي كده ابنك محمد ايوة تقتل قالت لها تقتل قايت لها ايوة هو تقتل فعلا وانا عرف اللي قتله واللي قتله دايكون جوزي ولكن انا والله بحوط له حقه بس انا مش عايز اقولك عشان خاطر ما تعملش مشاكل انا حاخد حق محمد صدقيني فسكتت بينما ساركت قاعدة بتتكلم مع صلاح وبتقول له انت برضو دايقتيني وانا زعلانة جدا علشان خاطر بتشكي فيها قال لها عن قصة الفلوس وان الفلوس فعلا كانت حتروح وكانت حتتحرق قال لها انه هو قبل ما يوعد غالد الاشقر كان عايز يأمن نفسه لانه عارف ان انها ما ممكن تغضل بيه في اي وقت علشان كده عد على واحد بتاع مطبع وراح واخد الفلوس 14 مليون من عنده فلوس مزورة وحطوهم في كيس وراح على طول اول ما اخد الفلوس من خالد الاشقر بدد الاكياس وبدد الفلوس المزورة بفلوس السليمة وحط فلوس السليمة جوة العربية والمزورة هي اللي كانت جوة الشنطة وخطفته نعمة وحرقت الفلوس قدامه لكن ما كانتش فلوس كانت فلوس مزورة وعمل لنمرتين دول وصابوه ورجع واخد الفلوس وحطها في الدلال بتاعها دي كانت القصة اللي حكيها بينما بعد كده كان بيحكي وهو بيقول لها الكلام ده يعني هلمعت طبعا اني فيه فلوس لسه وقال لها على فكرة انا كمان زي ما عشت يعني ايام كتير صعبة واندي استحملتيني اعتقد بقى مش هطلقك علشان تعيشي معي ايام السعادة ولا ايه رأيك طبعا ترجعت تماما عن موضوع الطلق بعد معرفت ان الموضوع فيه فلوس كمان جابوا فلاش باك لنعمة هي بتحرق الفلوس وكان صلاح منهار بالشكل ده وكل دي طبعا فلوس مزورة لكن اتقنت دور عشان كان خايفة على فلوسه جدا حكر صارة كل الحكاية وطبعا كانت سعيدة جدا ومبسوطة لكن بيوصل خبر وحش جدا لنعمة اللي كانت موجودة في المحكمة والخبر ده من الراجل اللي كانت شغالة عندها الاسم سامير بيقولها ان الفلوس مزورة وان المت الف اللي خدناهم منك من الفلوس بتاع الصلاح تلاعيت مزورة طبعا الصدمت ومسدقتش ابدا وراحت علشان تشوف ايه حكاية الفلوس دي وبالفعل فضلت تسأل وقالها سامير ان الفلوس فعلا مزورة مش بصدقاني دورت فعلة ملايات اثار من الحريق للفلوس اخدت منهم وراحت على طول علشان تشوف موضوع فلوس وراحت وسألت بالفعل طلعت الفلوس مزورة انهارت تماما وعرفت طبعا ان الفلوس مزورة وان كل خطتها راحت على الفاضي فقررت تعمل خطة بديلة صارة موجودة معي يا سين وبتتكلم معي وكمان بتقوله ان هي مش هينفع تطلق لانها واخد فلوس منه والمفروض انها ترجعهم له 14 مليون ومش عارفة تعمل ايه ممكن يسجنها عشان كده يا سين قالها سنة واحدة عامل اتصال وراح واخد رأيي نعمة الموضوع كذا كذا واني صارة بتقول على موضوع ان عايزة فلوس علشان تديهم له صلاة علشان تطلق ساعتها نعمة كانت موجودة مع بابوها اللي حط ملح كتير جدا على البامية وبوز لها الطبخة اللي كانت عايزة تطبخها ولما يا سين اتصل على طول كانت بتقوله عايز ايه انت كمان وكانت بتنرفزة جدا قالت لها في ايه يا نعمة قالت لها بامية بابا بوزها قالت لها بامية ايه دي الوقتي بقولك ان صارة عملت كذا وقاريت لي كذا اعمل ايه قالت له خلاص اديها الفلوس وانا هارجعها لك قالت لها مش هكيت ترجعيه انا بس بقود رأيك منك مش عايزة تقولي لها الخطة كاملة يعني وبالفعل راح يسين وقال لها ولزعني نفسك اللي 14 منه حيجازه تغديهم توديهم لصلاح علشان تخلصي منه وتتطلقي ونتجوز ساعتها بتقول ان تبتحبيني لدرجاتي قال لها ايوة قالت لها عمرك حبيت واحدة متجوز قال لها ايوة انا حبيت فعلا واحدة متجوزة فطبعا كان اصدو على نعمة بتروح بعد كده مريم وبتصالح نعمة وبتقول لها انا اسفة اني ما وقفتش معاك في الظروف دي انتي عارفة طبعا وحس بي قالت لها ايوة طبعا عارفة وحس بيكي بس المفرقة تترطيك انا عارفة انتي عايزة تقولي عايزة تقولي ان احنا نتقابل من غير اكرم تمام يا ستي انا موفق على الموضوع ده واخدوا بعضوا بالحضن وتصلحوا بالنسبة لصلاح بيقول لامه دي برضو منزر صورة تعمليها في البسبور قالت له هو ده شكلي انا هغير في شكلي انت عايز ايه بالزبط قال له خلاص جاهزي نفسك عشان هنسافر هنسافر قريب جدا قالت له فين وحنروح فين وامتى قال له قريب جدا بينها بعد كده بيصهر واحد المفروض ان هو يعني مدير في البنك او حاجة زي كده وبعد كده بيتكلم مع صلاح وبيقول له حضرتك قاعد مين من بدري انا ممكن اساعدك قال له ايوة انا بقلي ساعة معك كام قال معي 13 و 600 13 مليون و 600 هذول امان في عشي طوعد اتفضل اتفضل ويدخله على جوه واقعده وطبعا كل الكلام ده طبعا يعني مجرد ان هو يعمل كده لانه اصلا نصاب ونعم هي اللي بعتاه عشان يسرق فلوس صلاح اخد منه الشمطتين ودهم الواحد على اساس انه حيخليهم عنده حيخلص له الاجراءات وحيخلص له موضوع ايديا على الفلوس في البنك لكن كان حرامي يسرق الفلوس وطلع يجرع على طول صلاح كان قاعد وبيتكلم وبيقول انه يخلص الاجراءات لكن اتضح له اني اصلا الراجل ده مش معاهم في البنك واني فلوس انسرقت فكان منهار الراجل ده كان مع نعمة كانت مع الجراء علشان يسرق فلوس من صلاح زي ما احنا شايفين راح ودها الفلوس وشكرته جدا وقعد كون زاهر في الكاميرات قال لي هلأ مش ظاهر وبالفعل هو ما ظهرش فعلا في الكاميرات وحنشوف دلوقتي شكرته طبعا ومشت وكده اخدت فلوس صلاح ادتها كمان ليسين علشان يديها لصارة 13600 كانوا نقصني شوية قارت له زوتهم علشان خاطر نزبط الموضوع بالظبط يعني عايزة تتهم صارة ان هي اللي سرقت فلوس من صلاح فلوس بالظبط تكون معاها علشان صلاح يشك فيها ولما نقف فلوس معاها يعرف فعلا ان هي حرامية وان هي سرعته صلاح كان منهار عايز فلوسه بيبدأ ان هو يتكلم مع البوليس اللي جو مفرعه الكاميرات لكن الرجل مش ظهر ابدا في الكاميرا لانه اصلا محترف حرامي محترف وعارف شغله بيشتغل ازاي وعارف بيعمل ايه بفرق الكاميرات مشوفوش اصر الوش كان عارف مكان الكاميرات ودر وشه عنهم كان منهار رحل نعمة وقال لها فين فلوس يا نعمة قالتوا انت بتخرب فلوسك ايه ما نحرتها قدامك طبعا من الواضح ان ما هو وصل لهاش تطورات انه فيه فلوس اصلا طبعا انه بتستعبط عليه ساعتها قالها نعم فين فلوسي ما انت عارف قالت له عارفة ايه الفلوسة نحرتها قدامك في انت تجننت ولا صد ما جننتك انا مش معايا فلوس قال لها طبعا بتحليفي ويوحيها ساعد ابو عيلب قالت له وحيد ساعد ابو عيلب ما عرفش فلوس دي فين وطبعا راح على طوله منهار فكر في سارة ممكن تكون هي اللي سرقت الفلوس فكر كده شوية عارف انه ممكن فعلا تكون سارة هي اللي سرقت فلوس لانها كانت طمعانة فيهم لما شفيتهم في الدولاب سارة سبكت الدور كويس جدا صلاح سبها ومشي بابها قال لها بقى تحليفي بها برضو بيا كده قالت معلش تعدي علشان بس خاطر يصدقني ياسين بعد كده راح وقابل سارة قال لها الفلوس اهي وقال لي شلبي ياخد الفلوس يحطها في عربيت المدام وبعد كده طلب منها ان هي تكون معا قالت لها نزم اروح قال لها ما ينفعش خليكي معايا باتي النهاردة عندي بس ما تفهمش غلط مش هنعمل اي حاجة غير بعد الجواز بس يعني ابصلك كده يعني طبعا من الخطة علشان خاطر صلاح يدور على ما لاقيهاش وبالتالي يشكي فيها دي خطتهم هضنته وقالت له انها حدبت عنده تمام ونفيش اي مشكلة وشكرته انه هو ادها الفلوس وكانت فرحان انها اخدت فلوس من المليونير ده وكمان ضمن فلوس صلاح طبعا دي فلوس اصلا صلاح بعد كده الجماعة كلهم موجودين عن دينامع وبيسألوها عا تعمل ايه بعد كده قالت انه ده قصاص وانها لازم تاخد حق محمد وانها مش هتسكت وقالت لهم كان مادة من القانون وقالت لهم كان ايا من القرآن كلهم يدلوا ان هي لازم تنتقم وتاخد حقها وحق محمد مرة واحدة داخل طلعوا يجروا عليها لحقوها راحوا لطل الدكتور مش عارفين عندها ايه فاكرين انها عشان اتعى الصوت وداخت شوية لكن الدكتور بيجي وبيقول لها ان حالتها كويسة جدا ومفاش اي حاجة لكن المفروض انها ترتاح لانها حامل طبعا كان صدمة قوية جدا لنعمة بعد ما اعرفت حملها من صلاح بعد كل ده وبتخلص الحلقة على مفاجأة دي تتوقع نعمة تعمل ايه في المشكلة دي يارب الفيديو كنا لإعجابكم اشتركوا في القناة واستنوا كل جديد اشوفكم على خير باي باي